السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاظل أينما كنتم اليوم سوف نعرض الحصة الثالثة من برنامج المراجعة النهائية لامتحان شهادة تعليم المتوسط والذين نقوم به برعاية منشورات كليك يوجد العديد من الأساتذة الذين يعرضون حصصا في مواد أخرى مثل الأستاذ أبو الشاكل العبود في مادة لغة العربية زادت سيد أحمد في مادة اللغة عفوا في مادة العلوم الطبيعية وغيرهما من الأساتذة لمن أتهم أخرا ولم يشاهد الفيديوهات السابقة ننصحه أو نترك له الروابط في صندوق الوصف أول فيديو يتحدث عن أهم الأسئلة التي تطرح في امتحان شهادة الفيديو الثاني يتحدث عن تلك التي تفعلها ووضعيات المحتملة ووضعيات الإدماجية المحتملة في هذا الفيديو سوف نتحدث عن بعض وضعيات الإدماجية المحتملة في المشروع تني يجب أن يكون في المشروعات المحتملة في المشروع تنيفاكت من الاسئلة ومن اهم هذه الاسئلة الوضعيات الادماجية المحتملة في الشهادة. انا تأخرت قليلا في الاجابة حتى اتحرى جيدا. سألت كثير من الاساتذة اين توقفوا في البرنامج. فوجدت ان الكثير من الاساتذة في الكثير من ولاية الوطن لم ينهو البرنامج. لن بناء على هذا الاساس وبناء على الاجابة التي تحصلت عليها من احد مفتشي اللغة الفرنسية. وبناء على بعض المعطيات يعني مثل اضرابات التي حدثت في اه مؤخرا في الوسط الدراسي من طرف الاساتذة فانه ترجح لدينا التالي. خرجنا بالخلاصة التالية. اغلب الظن يعني اقول مجرد احتمالات. اغلب الظن. انا موضوع الامتحان سيكون حول. Soit le projet 1. Soit le projet 2. C'est ça le projet 1. Ça. Le projet 1. Ça pourrait être par exemple quelque chose sur le patrimoine. يمكن ان يكون شيء حول التراث. Patrimoine arqueologique ou bien culinaire. بانواعه. Soit le projet 2. يمكن ان يكون حول le projet 2. شيء مثلا يتعلق بالتضامن. مثلا يعني فرض حجر شامل على المدينة. فالناس يعني تضررات كثيرا. مثلا مثلا. La solidarité avec les habitants de بلدا. Soit avec les palestiniens. Ou bien d'autres choses. Quelque chose sur la solidarité. يعني شيء من هالقابيل. هذا احتمال اخر. Ou مثلا شيء حول العنف. La violence. La violence. آآ y'a plusieurs types de violences. مثلا. La violence à l'égard des enfants. يعني العنف مع ضد الاتفال. Ou bien la violence à l'égard des femmes. ضد المرأة. Ou bien la violence dans les stades. يعني في المناعم. Ou bien la violence à l'école. في المدارس. وغير ذلك من الاحتمالات المتعلقة بالعنف. هذا احتمال اخر. او يمكن ايضا ان يكون امتحان الشهادة. احتمال اخر. خارج موضوع الشهادة. خارج المواضع التي تناولتموها في البرنامج. يعني عندما اقول مواضع انا اتحدث عن. ما نappelle. لا اتحدث عن دروس القواعد مثلا. هذه تكون من عن البرنامج. لكن عندما يقول لك. اللهم يعني اتحدث عن حاجة التخيص ومكي موضوع الشهادة. هناك ورحة اتحدث عن ، مثلا. في المدارس 2020. ويمكنك أن يكون ع Pacائنة والتبع في البيتراس ورع في المدارس. في المدارس موضوع الشهادة. En 2019 او كما ترى هنا في موضوع شهادة اخر تحدثوا عن فيسبوك وفي موضوع اخر تحدثوا عن الادمان على الانترنت يعني كل هذه احتمالات واردة احتمالات واردة الذي انصحكم به الان هو ان تتمرنوا عن بعض وضعيات الاجماجية ان تحفظوها وان تحاولو ان تكونوا مرينين في التعامل مع وضعيات الاجماجية يعني تأخذ افكار من هنا افكار من هنا افكار من تلك من المساودي لدلالة وطعيد سيارتها بطريقة سوف أعطيكم مثال عن ذلك نرغيات الاجماجية افكار من الانترنت لماذا يساعد للمساعدة ويساعد للمساعدة للمساعدة تتعامل مثلا نفس الوضعية في سياق آخر نحن نقصد بها التضامن للمساعدة 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 تتضامن معا نحن نقصد بها التضامن للمساعدة هذا كله كيف تتعامل تتعامل لماذا تتعامل من قصد يساعدنا تتعامل نحن نقصد بها التضامن تتعامل نحن نقصد بها التضامن مع هاتشان للمساعدة يعني طفل صغير لا يعرف يعني الأم أجابت الآن سوف تشرح لماذا وتحاول أن تقنع بحجاج يعني منطقية لماذا يجب أن نتضامن مع الشعب الفلسطيني دابور يعني هم إخوتنا نتقاس نفس الديانة نفس تاريخ تاريخ الإسلامي نفسي 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 يعني نفسي يعني نفسي يعني يعني هذا هي كلمات مفتحية أن تستعملها في وضعيا تتعلى بلحسول داريخ مهمر تلف سيه المثال الجسد وليس يوني ولم يمكنك التصوير من الانتراجة يمكنك الجسد على اجلتك المحافظة يمكنك الجسد على الطاقة تفكر الوجود كهذا يجب أن يجب الانتراجة عندما يمكنك التنسخ يعني من غير العدل أننا نترك الناس تعاني في الوفد الذي نملك فيه الوسائل لمساعدتهم Pour toutes ces raisons هذه العبارة أحفظها يمكن أن تستعملها في جميع الوضعيات الإدماجية مهما كان موضوع يعني بعد أن تقنع تقدم الحجاج في النهاية تقول من أجل كل هذا الحجاج بعدها ايدي les palestiniens et de notre devoir يعني مساعدتهم هو واجبنا يجب أن نكون متضامنين معهم كلمة مفتاحية أخرى هذا هو الأولى أو الأولى أو الأولى أو الأولى سيقنز على الوضعيات الإدماجية الثانية في النهاية سوف أترك لكم رابط تحميل هذه الوضعيات التي تتمرنا لكم نو على الوضعيات هذا هو موضوع الوحدة الثانية يتعلق بالعنف نعضل انا نعضل منها هذا هو موضوع كثيرًا مثل يليس لك اكثر منتبع ذلك كما يصدق بشكل خطاق يليس لك يعني الأفعياتي почتنع كل هذا أفعياتي ويجب على جميع أن يتجنبو على الأفعاتي من أجل السباب كثيرا مختلف مثلا إذا طلب منك أن تتحدث تحديدا عن العنف ذات المرأة la violence à l'égard des femmes تضيف هنا la violence par exemple à l'égard des femmes نحن سوف نتحدث بشكل عام à l'égard des enfants تسبدل هذه ب à l'égard des enfants et ainsi de suite dans les écoles tu rajoutes dans les écoles d'abord il ne faut pas oublier les connecteurs يجب أن ننسى les connecteurs هذا الروابط d'abord ensuite enfin حجة الأولى premier argument se bagarrer avec quelqu'un يعني التخصم على شخص peut provoquer de graves blessures et créer des problèmes judiciaires هذا نفس حجة يمكن أن نستعملها مهما كان نوع العنف d'être المرأة à l'égard des femmes à l'égard des enfants ou bien dans l'estade ou bien à l'école يمكن أن نسبب جروح و يخلق مشاكل قضائيا problème judiciaire ensuite la violence peut miner la vie des individus et conduire les uns à l'hôpital et les autres à la prison نفس إذا تحدث عن أي نوع من la violence يعني يمكن أن تستعمل نفس الفقرة نفس يعني الحجة تنية la violence par exemple ici à l'égard des enfants tu rajoutes les mots ici في هذا المكان في هذا المكان à l'égard des enfants peut miner la vie des individus etc enfin ce fléau social يعني هذا l'afel schéma peut déstabiliser la société détruire des familles يعني تهدم المشتماع تهدم عائلات يعني تزيد من التصرف المدرس هنا نفس شيء ينطبق على جميع أنواع العنف pour toutes ces raisons في النهاية carrerنا هذه العبارة التي قلنا هنا في نص الجي nous devons éviter ce comportement dangereux يجب أن نتجنب هذا التصرف الصيي et inciter les gens à vivre ensemble en paix هذه العبارة كاملة يعني هذه الفقرة تقريبا بأكملها يمكن أن تتماشى مع أي نوع من أنواع العنف تغير ربما مصطلحات قليلة فقط تحفظها كما هي الوضعيات الإذماجية هي عبارة عن نماذج يمكن أن يحفظها التلميذ بالتمرن بالقلم والورقة أفضل طريقة للتمرن أترك لكم كما قلت لكم الرابط رابط تحميل هذه الوضعيات الإذماجية في صندوق الوصف وعلى فكرة يعني تقريبا كل فيديوهات التي فيها فورض أو اختبارات أو وضعيات إذماجية أنا أترك الروابط للتحميل هناك سؤال آخر يتعلق سألني الكثير من التلميذ عن هذه الحصة سوف أبرمج لها فيديو خاص في انتظار هذا الفيديو أقول لكم مراجعة طيبة اجتهدوا لم يتبق إلا القليل نتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في حصة أخرى كالعادة كل من لديه سؤال فليتركوا في التعليقات سوف نحاول وقدر المستطاع طبعا أن نجيب عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر